هل النبيون والرسل الذين ذكرت أسماؤهم في الكتب التراثية هم فعلا كلهم نبيون ورسل؟ في الواقع البعض منهم كذلك بينما البقية فلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل ورسلا قد خصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما هذه الآيات تخبرنا أن الرسل منهم من ذكرت في المصحف أسماؤهم ومنهم من لم تذكر وبما أن هذه العبارة وردت في سياق الحديث عن النبيين أيضا وبناء على القاعدة المعروفة في التفسير والتي تسمى مفهوم المخالفة فهذا يستلزم أن المصحف قد ذكر أسماء جميع النبيين ولم يغفل اسم أحد منهم أي بما أن النبيين والرسل تم ذكرهم في سياق واحد ولكن الرسل وحدهم كان الكلام عن إغفال أسماء بعضهم فهذا يعني بالضرورة أن النبيين لم يتم إغفال اسم أحد منهم لماذا لم يذكر المصحف أسماء جميع الرسل لأن أعدادهم هي أكثر من أن يكون هناك حاجة وضرورة لذكرهم كلهم أي أن في ذلك إشارة إلى كثرة عددهم وذلك لأن كلمة الرسل هي تشمل الرسل الذين هبط عليهم الوحي السماوي من مثل موسى وعيسى ومحمد أي الرسل بالمعنى الأولي وتشمل كذلك كل داعية إلى الله يبلغ ويشرح الرسالة السماوية أي كما يفعل الداعية الصادق المخلص اليوم عندما يوصل المصحف إلى من لم يصله وكذلك يشرحه له وفق الشرح الحقيقي الذي يطابق حقيقة المصحف أي الرسل بالمعنى الثانوي هذه المرة وهذا شرحناه بأدلة كثيرة مفصلة في حلقات سابقة ونضيف عليها اليوم على سبيل المثال وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم فبينما من المعلوم أن نوحا هو الذي أرسل إلى قومه كرسول حقيقي بالمعنى الأولي إلا أن الآية تتكلم عن مجموعة من الرسل خاصة بقوم نوح وأنها دعتهم إلى التوحيد قبل الطوفان وقبل الغرق وهذا لا تفسير له إلا أن يكون هؤلاء الرسول الذين لم تذكر أسماؤهم عبارة عن دعاة إلى الله آمنوا برسالة نوح ولكنهم لم يكتفوا بذلك بل قاموا بمساعدته على إيصال الرسالة إلى قومه وعلى إقناعهم بصحة هذه الرسالة لماذا ذكر داود بين النبيين بعد سليمان وليس قبله لسببين رئيسيين أولا خصوصية الوحي فالسياق هنا يتناول طبيعة الوحي ومواصفاته لدى النبيين وليس ترتيبهم الزمني فتأخير ذكر داود جاء لإبراز الوحي الذي تلقاه من جهة تميز خصائصه إذ كان داود هو الوحيد الذي أوتي زبورا ثانيا الربط مع الآية التي جاءت بعده فتعلق الإيتاء بداود وآتينا داود زبورا يمهد للحديث عن الرسل في الآية التالية بما أن الإيتاء يتعلق بهم أيضا فالفعل آتينا شعل داود وكذلك كلمة رسل كلاهما مفعولا به منصوب وبهذا يصبح المعنى كما آتينا داود زبورا آتينا الرسل أيضا نصوصا مقدسة بما يتلاءم مع مهمتهم لماذا تأخر ذكر موسى إلى الآية الثانية بدلا من الأولى مع أنه نبي بما أن الآية الثانية تتحدث عن الرسل وبما أن من ضمنهم الرسل بالمعنى الأولي وكذلك الرسل بالمعنى الثانوي الذين هم الدعاة إلى الله ولكي تعلم أن الدعاة إلى الله المخلصين الصادقين العالمين لا تقل قيمتهم عند الله لا عن الرسل بالمعنى الأولي ولا عن النبيين فذكر موسى مع الرسل بما أنه رسول بالمعنى الأولي وبما أنه من النبيين فجعل ذكره ختاما لآية الرسل بل وأشير إليه بأعظم ما تم تشريفه به وهو أن الله كلمه تكليما هل النبيون أعلى مقاما أم الرسل؟ إن كان النبي لا يدعو إلى الله فالرسول أعلى مكانة منه سواء كان رسولا بالمعنى الأولي أو حتى بالمعنى الثانوي كداعية إلى الله ولذلك أتت الآية الثالثة بعد الآيتين السابقتين على الفور رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فتخيل أن يكون للناس على الله حجة هذا أمر خطير جدا ولكن من ينفي هذه الحجة على الله هم الرسل هم الدعاة إلى الله بعبارة أخرى عندما يحاسب الله عبدا يوم القيامة ينظر إن كان هناك أحد قد دعاه إلى طريق الحق أم لم يتوفر حوله من يدعوه لذلك خصت هذه الآية الرسل وليس النبيين بهذه المكانة العظيمة والرسول بالمعنى الأولي يوحى إليه من السماء وكذلك هو داعية بمعنى أنه يدعو الناس للإيمان بهذا الوحي فكل أنواع الرسل هم دعاة إلى الله في النهاية واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا أما إبراهيم فكان يجمع إلى جانب مرتبة النبوة أيضا مرتبة الصديقية أي أنه كان متابعا لما جاء به رسل الله فصدقهم وآمن بهم لذلك هو صديق والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون هذه الآية تؤكد أن كل المؤمنين الحقيقيين اليوم بالله ورسله إنما هم صديقون وبهذا يستمر المصحف في التأكيد على أنك اليوم قادر على الوصول إلى أعلى المقامات الدينية التي يمكن أن يصل إليها بشر وأن الكرة في ملعبك وما عليك سوى أن تجاهد نفسك وتطورها ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين هذه الآية تذهب أبعد من ذلك حيث تؤكد أن اتباعك لما جاء في المصحاف يجعلك في مرتبة ليس الصديقين وحسب بل وحتى النبيين ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة فحتى مريم كانت صديقة بل وذكرت صفتها هذه في سياق تقليل من الصورة المضخمة عن ابنها في أذهان بعض المسيحيين فالآية تقول أن ما ابنها إلا رسول وفي السياق ذاته ذكرت أنها صديقة وذلك لتفهم النساء كلهن أنهن قادرات أن يصبحن مثلها في هذه الصفة يوسف أيها الصديق أفتنى في سبع بقرات ويوسف كان صديقا أيضا وبما أنه لم يكن لا نبيا ولا رسولا بالمعنى الأولي للرسالة لهذا كانت شخصيته هي من أقرب الشخصيات القرآنية إلى شخصيتنا البشرية العادية اليوم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني لذلك جاءت هذه الآية في ختام سورة يوسف وكأنها تلخص العبرة من قصته وهي أن النبي محمد يدعو إلى الله وكذلك أتباعه اليوم يقلدونه في تبليغ الوحي بأن يقوموا أيضا بالدعوة إلى الله أي أن هذه الآية كانت خير ختام لقصة يوسف الذي لم يكن نبيا وإنما كان داعيا والنبي محمد من اختصاصاته الكثيرة أنه كان داعيا ومن أفضل ما نقوم به اليوم هو أن نكون دعاة مثله لكن ألا يتعارض هذا مع الآية ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا لا أبدا لا يوجد تعرض فعبارة من بعده رسولا لا تستلزم أن يكون يوسف رسولا بالضرورة وإنما العبارة فما زلتم في شك مما جاءكم به هي التي توضح الصورة حيث ربطت نفيهم لظهور رسول مستقبلي بشكهم مما جاءهم يوسف به أي من مثل أن يوسف كان يخبرهم بأنه سيأتي رسول في المستقبل ولكنهم كانوا في شك من أقواله عموما ومنها إخباره عن رسول مستقبلي واستمروا في شكوكهم هذه حتى بعد موته ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيما وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب استنادا إلى هذه الآية فقد كان إبراهيم رسولا لكن ليس بالمعنى الأولي وإنما بالمعنى الثانوي أي داعية إلى الله لأن إرسال إبراهيما هنا كان من قبل الملأ الأعلى ونوح أيضا ذكر في هذه الآية فهل هذا يعني أنه لم يكن رسولا بالمعنى الأصلي؟ نوح اجتمعت فيه الصفتان معا كما هو حال الكثير من الرسل اجتمعت فيه صفة الرسول بالمعنى الأولي وأيضا بالمعنى الثانوي أما المعنى الأولي فهو بدليل الآية قال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أي لأنه رسول من رب العالمين فهو رسول بالمعنى الأولي ولقد ذكرت في كتابي الحضارة الفرعونية في القرآن تميز موسى بألوان من القوى المتعددة وبالتالي مقامات متعددة من واجباته الدينية اشتركوا في القناة